السيد دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء يقول ليس لدينا نية لخوض حرب ونحن عازمون على حل أزمة سد النهضة من خلال الحوار طيب إذا لم يتوصل هذا الحوار إلى حل هذه الأزمة ما الذي يمكن عمله حينها كما ذكرت لك يا سيدي الشوار ينتهي بانتهاء رفض دعوة رئيس الوزراء لأنه نحن ننطلق من مرجعية قانونية توفقنا عليها جميعا وهي إعلان المبادئ إلى 2015 الذي يتحدث عن الوساطة والتسهيل أو اجتماع الرؤساء إذا انتهت التفاوض أمامنا بعد ذلك مفتوحة كل المجالات السياسية والديبلوماسية وهي كثيرة جدا ليس هذا أوان الحديث عنها ولكن نحن بالتأكيد إثيوبيا تسير في درب خطير نحن في السودان عازمون على السلام ولن نسمح لأي جهة أن تصرفنا عن السلام الذي صرفنا من أجل الكثير نحن الآن نقوم بوعي وبثورة قامت على السلام ونحن الآن حكومة السلام ماضون في الاستقرار الاقتصادي نعمل لمؤتمر باريس الحمد لله زال اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب بالتالي السودان منفتح على العالم والآن نستعد للاستثمارات وغيرها ولن نسمح للمشاكل الداخلية لأثيوبيا أن تجر السودان ولا أن تجر المنطقة لهذه المغامرات الحمقاء ونحن كما تعلم سيد دكتور عبدالله حمدوك هو رئيس منظمة الإيقاد بالتالي معنيون باستدباب الأمن والسلام في كل المنطقة بما فيها إثيوبيا أن نعيد من هذا التوجه الأرعن الذي مضت فيه للأسف طيب دكتورة ماليام ملف آخر هو أيضا مثار أو يثير توترات بين السودان وإثيوبيا ملف الخلافات الحدودية إلى أين وصلت هذه المسألة الآن المسألة ببساطة هذه حدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت 1972 وترسمت في 1903 نحن لن نقبل بانتهاك لسنتيمتر من أرض السودان هذه أراضي سودانية الجيش السوداني إن فتح فيها قائم بواجبه حتى راعى أن لا تكون دون إراق الدماء قطرة دم واحدة إثيوبيا بعد أن صرفوا إلى قضاياهم الداخلية في الشمال في إقليم التجري بالتالي الوضع على ما هو عليه الجيش السوداني منفتح في أراضيه قائم على أمر حماية حدوده والآن موسم الزراعة يأتي المزارعين السودانيين سيكونوا في مواقعهم وفي أراضيهم في مختلف الأراضي السودانية نحن بالتأكيد قلنا بوضوح هناك عدد من المبادرات في هذا الأمر قلنا بوضوح نحن سيادة السودان ليست محل تداول ولا محل تفاوض ولا محل حديث سيادة السودان الكاملة على حدوده كما ترسمت في 1903 وأكدت اتفاقية 1972 هذه نكثف عليها العلامات بصورة واضحة بعد ذلك نحن منفتحون للأمن الداخلي ليس فقط لدول الجوار التي بالنسبة لنا هي دول مهمة إنما حتى السودان واحد من ركائز الأمن الغذاء العربي بالتالي على هذا الأساس نحن لدينا شعور بالمسؤولية تجاه إقليمنا وكما قلت لك سيدي دولة رئيس الوزراء هو رئيس منظمة الإيقاد بالتالي يهمنا جدا الاستقرار والسلام في كل المنطقة معالي الوزير الأوضاء في غرب دارفور متوترة بشكل كبير هل تخشون عودة الاقتتال إلى هناك الآن قوات حفظ السلام انسحبت بعد توصل الى اتفاق جوبا هناك خشية الآن لدى البعض من عودة الاقتتال إلى غرب دارفور أود أن أسمع رأيك في هذا الموضوع نعم هذا أمر مهم كما تفضلت سيدي ولاية غرب دارفور خاصة عاصمتها الجنينة حصل فيها عدد من التوترات في الفترة السابقة هذه الأخيرة كانت شدها عنفا للأسف ولذلك تم نقاش الأمر بجدية كبيرة وبصورة أساسية في مجلس الأمن والدفاع الذي يترأس رئيس مجلس السيادة قائدة الأعلى للقوات المسلحة سيادة البرهان وسافر هو على رأس وفد رفيع نجم عن أو صدر نتج عن هذه الزيارة المهمة أولا الإصدار مصفوفة فيها مختلف الجوانب تعالج مختلف الجوانب خاصة الجوانب التي تفضلت بذكرها الجوانب الأمنية والعسكرية وأيضا الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية من تصالحات وأيضا الجوانب الإنسانية للنزوح الكبير الذي تم خاصة في هذا الشهر الفضيل والأهل كلهم مسلمون الآن في تنادي كبير للدعم الإنساني لهم وكذلك كما تعلم نحن لدينا خطة كبيرة ومهمة لحماية المدنيين هذه الخطة الآن أنشئت قوات الواجب كقوات سريعة مرنة من كل المجموعات العسكرية بما فيها أخوتنا الذين انضموا عبر السلام من الأطراف العملية السلمية بالتالي هناك جدية كبيرة جدا في هذا الأمر نحن الذين يهمنا مصلحة أهلنا وسلمهم وأمنهم صحيح أن الإرث أو الورثة أو التاركة جاتنا من عهد بائد ولكن هذا ليس بمبرر لأن تراق نفس واحدة لذلك نحن نأخذ الأمر على قدر عالي من الجدية وكل الأجهزة الدولة السودانية قامت لتكون هذا الحل جذري ويخاطب المخاوف ويخاطب كل القضايا من جذورة بصورة عملية ومباشرة يشرف عليها الرئيس البرهان ويقف عليها بصورة مباشرة دولة رئيس الوزراء بصورة أساسية طيب دكتورة مريم في الدقيقة المتبقية أودا أسألك عن إلى أين تسير الأمور العلاقات مع إسرائيل هناك حديث عن أن وفد سوداني سيتوجه إلى إسرائيل كيف تسير الأمور فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والسودان أيوة فيما يخص هذا الوفد هو حديث عارن عن الصحة ليس له أساس البتة لم يكن هناك وفد أمني ولا غيره يغادر لإسرائيل ولكن فيما يخص هذه العلاقة هي العلاقة تقوم عليها أجهزة السلطة تم التوافق أن تكون إجازتها عبر المجلس التشريعي البرلمان السوداني وبالتأكيد هي قضية يجب أن تجد إجماع السودانيين جميعا وكما تعلم سيدي نحن الآن انفتحنا على كل العالم بصورة أساسية بعد إزالة السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب منفتحون على العالم أما في خصوص هذه العلاقة فهي يجب أن تكون محل إجماع الجميع توافقنا أن يتم التوافق عليها عبر البرلمان السوداني إن شاء الله شكرا جزيلا لك يا دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية كانت معنا مباشرة من الخرطوم اشتركوا في القناة